اشتركوا في القناة صاحب السمو أمير دولة قطر بزيارة وزيرة الخارجية إلى الدوحة مشيدا بالعلاقات الأخوية الواطدة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين والحرص المشترك على تطويرها وتعزيزها في كافة المجالات كلف السمو وهو وزيرة الخارجية بنقل تحياته وتقديره إلى جلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتمنيات سموه لهما بمنفور الصحة والعافية ولمملكة البحرين دوم التقدم والاستهار أعرب سمو أمير دولة قطر عن تمنياته لمملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم بالنجاح والتوفيق في استضافة القمة العربية الثالثة والثلاثين والخروج بنتائج تعزز مسيرة التعاون والتكامل العربية المشترك وحماية مصالح الدول والشعوب العربية من جانبه نقل وزيرة الخارجية إلى صاحب السمو أمير دولة قطر تحيات وتقدير جلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتمنياتهما لسموه بموفور الصحة والعافية ولدولة قطر ولشعبها الشقيق توم التقدم والازدهار منوها بما تشهده العلاقات الأخوية بين البلدين من تطورا ولماء لما فيه خير وصالح البلدين والشعبين الشقيقين